مدخل في علم الترجمة The Definition of Translation Catford define translation as the replacement of textual material in one language, source language, by equivalent textual material in another language, target language. عرف عالم اللغة Catford الترجمة في كتابه Linguistic Theory of Translation, An Essay in Applied Linguistics أن الترجمة هي إبدال نص من لغة ما وتسمى لغة المصدر إلى ما يكافئها في اللغة الأخرى وتسمى باللغة الهدف أي أن الترجمة هي نقل الكلام أو النص من لغته الأصلية التي كتب بها إلى لغة أخرى مع مراعاة الالتزام بنقل الكلام والمعنى نقلاً سليماً حتى لا يغير من معنى النص الأصلي فتتعامل الترجمة مع لغتين إحداهما لغة المصدر, source language والأخرى اللغة الهدف Target Language وهي اللغة التي على المترجم أن ينقل النص إليها مع مراعاة حفظ المعنى وذلك لضمان وصول الرسالة صحيحة للجمهور المستهدف Target Audience وعلى المترجم أن يحقق التكافؤة في الترجمة The equivalence in translation The equivalence is an important concept in the process of translating إن التكافؤة في الترجمة هي الأساس في عملية الترجمة وعلى المترجم أن يبدل ما في وسعه لتحقيق التكافؤ في الترجمة There are three types of equivalence in translation يقسم التكافؤ في الترجمة إلى ثلاثة أنواع One, formal equivalence التكافؤ الشكلي Two, functional equivalence التكافؤ الوظيفي ثالثا, ideational equivalence التكافؤ التصوري أو التخيلي Formal equivalence التكافؤ الشكلي It focuses on the form of source language expressions يهتم المترجم في التكافؤ الشكلي فقط في شكل النص ولا يعر أي انتباه لما هو متعارف عليه للمصطلح في اللغة الهدف مثل سامي turned a deaf ear to his mother's advice تترجم عند التحقيق التكافؤ الشكلي كالآتي أعطى سامي أذن صماء تجاه نصيحة والدته فترجمنا deaf ear إلى أذن صماء فحافظنا على التعبير كما هو مذكور في اللغة الأصلية Source Language Functional equivalence التكافؤ الوظيفي It focuses on the function of source language expression independently of the image utilized by translating it into target language expression that performs the same function إذ يوصل المترجم المعنى الذي تعنيه الكلمة أو التعبير من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف بما يناسبه ويقابله ومتعارف عليه في المعنى فلتحقيق التكافؤ الوظيفي في المثال السابق تترجم الجملة إلى ضرب سامي بنصيحة والدته عرض الحائط فترجمنا deaf ear بضرب عرض الحائط وهو ما يتناسب ومتعارف عليه في اللغة العربية وهي اللغة الهدف ضرب عرض الحائط هو مصطلح موجود في اللغة العربية يلائم ويقابل مصطلح دفئير في اللغة الإنجليزية Ideational equivalence التكافؤ التصوري أو التخيلي It conveys the communicative sense of source language expression independently of function and form وهو أن لا يلتزم المترجم بشكل نصي أو البحث عن مصطلح مناسب في اللغة الهدف للتعبير عن المصطلح الموجود في اللغة المصدر بل يشرح المعنى ببساطة فلتحقيق التكافؤ التصوري أو التخيلي في المثال السابق لترجم الجملة السابقة إلى فهذه الترجمة تحقق معنى النص وتوصل المعنى دون الاكتراث بشكل نص أو البحث عن مصطلح في اللغة الهدف يؤدي نفس المعنى أو نفس الوظيفة للمصطلح في اللغة المصدر مثال آخر إذا تلجمناها formal equivalence اللي هو تحقيق التكافؤ الشكلي سنتلجمها إلى سيحرك مجد السماء والأرض في سبيل الحصول على هذه الوظيفة طبعا هذا المصطلح يحرك السماء والأرض غير متعارف عليه في اللغة العربية لذا إذا أردنا تحقيق التكافؤ الوظيفي The Functional Equivalence فسنبحث عن المصطلح يلائم هذا المصطلح في المعنى ولكنه متعارف عليه في لغتنا فنقول سيقيم مجد الدنيا ولا يقعدها في سبيل حصوله على هذه الوظيفة أما لتحقيق التكافؤ التصوري The Ideational Equivalence فنقول سيبذل مجد قصارى جهده ليحصل على هذه الوظيفة كيف يقرر المترجم أي نوع من أنواع التكافؤ في الترجمة عليه استخدامه وتحقيقه أثناء عملية الترجمة The Type of Equivalence that a translator must choose It depends on the context يعتمد نوع التكافؤ الذي ينبغي تحقيقه على السياق الذي بين يدي المترجم If the translator is dealing with legal texts or religious texts So he or she should concentrate on formal equivalence While if the translator is dealing with literary texts such as a novel, poem, idioms So he or she should concentrate on functional equivalence فمثلا إذا كان المترجم يتعامل مع نص قانوني legal text أو نص ديني religious text فعلى المترجم أن يحقق التكافؤ الشكلي للنص Formal Equivalence أما لو كان النص هو نص أدبي فعلى المترجم تحقيق التكافؤ الوظيفي والذي يحتوي على صور فنية تناسب التعبير The Functional Equivalence Also, the type of equivalence in translation depends on the target audience which the translator translates for them In this case, the translator is advised to use ideational equivalence like in mass and media translation ويعتمد أيضا اختيار نوع التكافؤ في الترجمة على الجمهور الذي يستهدفه المترجم في ترجمته ففي هذه الحالة ينصح المترجم بتحقيق التكافؤ التصوري أو التخيلي The Ideational Equivalence مثل ترجمة نصوص الصحافة والإعلام عندما يكون الجمهور المستهدف هو في الأردن فوكالات الأنباء الأردنية ستترجم الخبر إلى التقى جلالة الملك عبد الله الثاني بأخيه قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فوكالة الأنباء العربية الأردنية ستضيف كلمة أخيه إلى الجملة وذلك استهدافا للجمهور العربي المسلم أما الوكالات الأنباء العالمية فإنها ستترجم الخبر التقى ملك الأردن عبد الله الثاني بالملك سلمان بن عبد العزيز ترجمة نانسي قنقر